ما هي المرحلة القادمة التي تخطو إليها لبنان للأسف الشديد المؤشرات تذهب باتجاه مزيد من الانهيار في ظل انسداد الحلول السياسية وغياب المبادرات الجدية لكسر الحلقة المفرغة التي يدور بها الشأن اللبناني يأس المفادون الدوليون يأس المفادون العرب وهناك منظومة سياسية تعتمد بشكل تام على إدارة الدولة بزهنية المحاصصة وزهنية الفساد لذلك كل المؤشرات تصب باتجاه مزيد من الانهيار على صعيد الخدمات الصحية والخدمات الاستشفائية والخدمات المتصلة بقطاع الطاقة والمحروقات سواء كانت الكهرباء أو محروقات السيارات أو الخدمات المتصلة بالسلع الحياتية اليومية ما الذي بيد السلطة الآن أو حكومة تصريف الأعمال كي تكون حياة المواطن شبه طبيعية أو يمكن أن تستمر الحياة؟ تأخر الوقت كثيراً لطلب من المنظومة السياسية المتحكمة طبعاً الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وقبل استقالتها على مدى سنتين لم تستطع أن تقدم حلاً واحداً لسيل الأزمات التي تضرب البلد المشكلة هي أكبر من الحكومة هي مشكلة منظومة سياسية رهنت البلد بشكل كامل على مدى سنوات عديدة لمنطق الميليشيات ومنطق الفساد هذان المنطقان الذين تحكموا بإدارة الشأن العام في لبنان أوصلاه إلى النتيجة المتوقعة هذا البلد الذي كان لفترات طويلة سويسرا الشرق الخدمات المصرفية والاستشفائية والتعليمية للعالم العربي بات المواطن يعاني ذلاً مضاعفاً للحصول على خدمات شبه طبيعية صدر تقرير اليوم أفترض أنكم أشارتم إليه أن بيروت هي ثالث أغلى عاصمة في العالم في تقديم الخدمات في خلال سنة قفزت من الترتيب من الثامنة والأربعين حتى الثالثة هذا بلد يعني أظن التقرير الذي عرضتموه والمشاهد التي عرضتموها تعكس ولكن بالانتقال من التوصيف إلى الحلول الحلول هي نعم هناك المجال متاح لإيجاد خرق بهذا الانسداد الكبير الحاصل على مستوى المبادرات السياسية ولكن حتى الآن تبدو الأمور مرهونة بمحادثات فيينا الهيمنة الإيرانية التسلط الإيراني على هذا البلد رهن الحكومة رهن السلطة الدولة والمؤسسات على جدوى الأعمال مفاوضاته في فيينا هل يستطيع المواطن أن يتحمل أن تنتهي مفاوضات فيينا إذا كانت هي الحل أو الحل من هناك؟ سيدي هنا تكمن لب المشكلة أنه بانتظار جدوى الأعمال إقليمي قد يطول وهو فعلا من خلال المؤشرات سيطول هناك عملية استنزاف ممنهج هناك عملية تفريغ للبلد من كل مقومات العيش الطبيعي فضلا عن أن نقول الصموب السؤال الكبير ينصب على المجتمع الدولي الذي يملك أدوات ضغط كثيرة وهو يقف موقف المتفرج ويكرر مواقف الاندهاش والتعبير عن الاستنكار وتوصيف المشهد بأنه سودوي ومحزن